كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظني أوضح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس ستبع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية معبرا عن وقوف مصر بجانب دولة العراق الشقيقة لدعم استقرارها وأمنها مع الاستعداد لبذل أي جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسارا للحوار وإنهاء التصايد الحالي وأضف متحدث الرئاسة أن الرئيس الوزراء العراقي عبر عن شكره وتقديره للرئيس سيسي لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع في العراق وذلك في إطار عمق العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين موضحا المساعي والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والطلاقي